وصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة السعودية الرياض حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير التجارة السعودي ماجد القصبي وذلك مع عدد من المسؤولين بالرياض كما سيلتقي عبد العاطي برموز الجالية المصرية في السعودية وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الزيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التوطام العربي في مواجهة تلك التحديات